الزكاة على الأرائب شوف كتير من الناس مثلاً هو وليكن تعالى نضرب مثال عنده 100 ألف جنيه فالزكاة على المئة ألف جنيه كام 2.5% يعني 2500 جنيه طيب ينفع أزكي على أبوي أزكي على أمي أزكي على مراتي أزكي على ابني ينفع لما ينفعش أهل العلم قفتوا بأن حكم ربنا في المسألة دي كما يقول أهل العلم ما ينفعش أزكي على الحد اللي المفروض مني أصرف عليه يعني أنا المفروض أنفق على أبي المفروض أنفق على أمي المفروض أنفق على أولادي المفروض أنفق على مراتي فالمفروض الأول أن أنا أسد احتياجاتهم وبعدين أحسب الزكاة أضرب لك المثال إزاي يعني أنا علي 2500 جنيه زكالة إني مثلاً عندي 100 ألف جنيه وأبويا محتاج فلوس لا أنا الأول أدي الولدي اللي هو محتاجه أدي الولديتي اللي هي محتاجها عيالي قديهم اللي هم محتاجينه وبعدين أحسب بعد ما صرفت أو قضيت الاحتياجات اللي أنا مسؤولة عنهم في الصرف لقيت فلوسي بقى 80 ألف جنيه أحسب بقى ساعتها هو اللي 2.5 في الـ 8 ألف جنيه قدي إيه وطلع 2.5% ممكن لحد من القريبي بس مش اللي بصرف عليهم زي أخويا زي عمي زي خالي لكن أي حد ممن أعول أبويا أمي مراتي عيالي ما يطلعش عليهم زكاة المال ده بيسموا العلماء في كتب الفقه زكاة المال على الأقارب أيه نوع من الأقارب اللي بيطلع له تقدر تصرف عليه أو تدي له زكاة المال اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وقالي